اشتركوا في القناة على مستوى محافظته على مستوى المنطقة التي يسكن فيها على مستوى كمان الحزب السياسي الذي نضم له ويعني بقى على امانة العامة لمحافظة جيزة لحزب مصر المستقبل الرحب بضيفنا وضيفكم النهاردة معاني المستشار خليفة الشيمي من عام الجيزة لحزب مصر المستقبل اهلا وسهلا يا اهلا بك يا دكتور وانا سعيد جدا بلقاء معاك بقناة الصحة والجمال برنامج عيون مصر احنا طبعا برحب بك معاني المستشار والحقيقة يعني دور حزب مصر المستقبل يعني ظهر جدا هذه الفترة تابعنا عن كذب دور الحزب في دعم الكثير من الخدمات العامة المواطنين وافتتاح بعض الامانات الجديدة والفرعية والعامة على بعض المحافظات والنزول الى الشارع المصري والى المواطن في اماكن التي يحتاج فيها الوقوف كل رجال الاعمال والمستثمرين والسياسين على مستوى مصر او في على مستوى منطقته الحقيقة النهاردة عايزين نعرف في السادة المشاهدين من هو المستشار خليفة الشيمي اه وقبل ما نتكلم بقى في فكرة خوض الانتخابات مجلس النواب وكلام ده عايزين نعرف الناس على المستشار خليفة الشيمي بسم الله الرحمن الرحيم اولا فكرة برضو في عجالة عني اخوكم المستشار خليفة الشيمي محام بن نقض وحاليا امين عام الجيزة وعضو الهيئة العليا بحزب مصر المستعدد انا اصلا من نبع الصعيد المحافظة السهاج عملت في السهاج لسنوات ثم انتقلت للعمل في الخليج وكلم مكتب محاما هناك اسمه المشورة المحاما برضو شريك راس كويتا هناك وكده يعني والحمد لله قضيت فترة وجيت مستقر في الجيزة دلوقتي بقى لأكتر من عشرين سنة وانا هنا في المجالات التجارية وبرضو بعتبر رجل الاعمال وبساهم على قدر كبير من المسؤولية اتجاهي اتجاه الوطن الام مصر فكرة النشأة يعني نشأتك وفي سعيد مصر وبعد كده سفرت للكويت وخط تجربة العمل في الخارج والعمل في المحامة والقضايا يعتبر الدولية او العربية وبعد كده فكرة دخولك للعمل السياسي دي نبع من ايه يعني اندماج العمل العام وبعد كده العمل السياسي ايه الفكرة ايه اللي خليك تدخل في هذا السياق والله يا دكتور انا شفت السياسة في الصعيد ما كانش عجباني لانها بتتركز على القبليات والعصبيات والمال السياسي وشفت الواحد من دول بيوصل المجلس بيسا كل شيء لو عفوا لو صرف مليون بيرده من الدولة خمسة وستة مليون اذا واضح وشائع ومعروف جدا في الصعيد مش كلهم برضو في ناس وطنيين وناس افاضل بانا كنت رافض الفكرة اساسا وانا في الصعيد لما جيت استقرت هنا وتعرفت بالمستشار رضا حجي راجل وطني من الطراز الاول من قصل صعيد برضو من نفس المحافظة كنت اعرفه انا واعدنا مع بعض وشرح لي اهداف للحزب وانا نفسي برضو خدمي بالفعل يعني عايز اقدم حاجة الوطن بالفعل اقتنعت بالحزب وانضمت ليه وما فيش سنة الراجل اللي كان اسند اليه امانت الهرم وقبل مفتح امانت الهرم شاف الحمد لله يعني اني كفاءة فعطاني برضو امانت الجيزة وبقالنا حوالي 15 اليوم الشنت امانت الجيزة ممكن حضرتك وعض المستمعين جو شافوها حملت افتتاح كبير في شارع العريش عندي فيصل والحمد لله في ظرف اسبوعين يعني ان شاء الله دشن امانة ستة اكتوبر وامانة الشيخ زايد لأستاذ علاء وحاليا البنر اكتر من 150 بنر منتشر في ستة اكتوبر الشيخ زايد وهندش الامانة ان شاء الله قريبا مش كده وبس وفي امانة ان شاء الله الهرم اللي كنت لسه همسيكه انا نعم برضو عطيتها الواحد زميل حبيب اسمه المستشار هاني وان شاء الله برضو تفتتح قريبا بالاضافة لامانة في الصف يعني هشغالين غير كده احنا في الطوابق نزلنا ان شاء الله وعملنا منافس في الحق سلامة راجل وطني شريف كبير الجزارين عطيته امانة الفلاحين الجزار عندي ولعدة فروع ومحلات جزارة الناس كان جنبه تبيع الكيلو اللحم عفوا بمئة وثلاثين ومئة واربعين هو بيبيع بمية ومئة وعشرة ولحمة بلدي وتمام واشرفنا عليها ولينا صور انا ومستشار رضا والمستشار سامح الشريف امين عام الحزب وبنعمل يعني تجارب على الارض اعتقد ان الصور دي معنا لو الاعداد ممكن بس نزلنا الصور بتاع الاجتماعات بتاع الحزب يعني احنا عفوا مش عايزين نعمل فرقعة مثلا سياسية حزب على الارض نعم حزب ماشي مع الناس حزب وصل الناس والحمد لله دشنا برضو امانات في كل انحاء الجمهورية احنا وصلنا دلوقت الاكتر 222 امانة على مستوى القهرة يمين ولسه المستشار رضا كان في جولة في الصعيد شملت اسيوت وسهاج ولوكسور وزار قريبا برضو مستشفى في لوكسور يعني الحمد لله احنا من الرئيس فوق لحد اصغر واحد واصغر كادر في الحزب بيعمل على الارض وليس كلام وده الحمد لله اخيار يعني يعني قيادة الامانات العامة والامانات الفرعية ده بيتم البناء على ايه بيتم البناء على العلاقات ولا الكفاءة ولا يعني تحديد نوع الامانة يعني ان امانة التنظيم امانة الاعلام امانة امانة العامة للجنة الثقافية اللجنة لجنة الصحية الحاجات دي بتختاروها ازاي يعني ايه المعيار اللي احنا نقول مثلا نتم اختيار لهذه او قائد هذه او رئيس هذه الامانة شوفها دكتور بالنسبة لي انا كامانة الجيزة نعم اامانة الجيزة قبل بستليب انا ما كانش فيها اي امانة في النواحي انا استلمتها بعون الله مسافة اسبعين بيتخلاص هادشن ثلاث امانات وانزلت وفتحت منافذ على الارض معنى ذلك اول حاجة كفاءة ثاني حاجة العلاقات الاجتماعية ثاني حاجة انك لازم برضو تكون ليك واقع على الارض لازم تساهم برضو ببعض الشيء تختار الكوادر بناء على العلم وبناء برضو على واقع على الارض نعم فهي اولا واخيرا لازم الكفاءة ولازم برضو درجة من العلم يعني يكون عندك فكر مستنير يكون عندك رؤية مستقبلية كل ده بيندرج للامين لازم الامين يكون يعني محتوى كل شيء والامانة برضو لما تجي تختارها تختارها برضو عن وعي مجيش مثلا انا لازم امانة التنظيم اسندها الانسان ما يقدرهاش الامانة لحد معين او لجنة لحد معين يبقى احنا عارفين انه هو هيقدي وهينزل الناس في الشارع وهيتواصل وهيتفاعل مع الجمهور ويوصل للقيادات العليا معلومات صحيحة مئة في المئة بناء عليها انتو حضركم تتحركوا على رؤوس هذه الامانات طبعا طبعا ما فيش امين اخترته الحمد لله الا كفاءة يعني حتى في المجال التواصل السياسي انا عندي الحمد لله لو مختار بالداخلية كان كفاءة وكان مدير امن وعندي في الامانة نعم عندي مثلا في الزراعة الامانة الزراعيين برضو ناس ليها اسلوبها وليها برضو تعيشها في الاجتمع عندي الامانة التنظيم رجل برضو على علم ووعي ودراسة وهو دكتور عندي في كلية حقوق جابعة حلوان اغلب الامانات عندي دكاترة جمعيين ومهندسية كل امانة ليها الكفاءة تحت يعني مثلا الزراعيين بختار كبير المزارعيين الفلاحين كبير الفلاحين وكل صولات وجولات داخل المحافظة ومعروف والحمد لله امن تجهزة تعتبر من انشط الامانات في الحزب وفي فترة قرية زي ما قلتلك بدأت وليها واقع على الارض وبيجي تملمس الحمد لله طيب الحمد لله احنا كده بنتكلم عن الهيكل التنظيمي للحزب مصر المستقبل وتشكيل الامانات العامة والامانات الفرعية وانها بيتم بشكل محترم جدا بقيادة المعالم السشار رضا ابو حجي اللي هو رئيس الحزب وجود كل الامانات العامة على مستوى المحافظات ده حاجة جميلة جدا ولكن احنا عايزين نهاردا باين لتسادة المشاهدين دور حزب مصر المستقبل في يعني خدمة المواطنيين لو اتكلمنا مثلا عن الشباب انتو نويين تعملوا ايه الشباب الشباب بيعاني من البطالة بيعاني من مشاكل في السكن بيعاني من مشاكل في حاجات كتير جدا في الوعي وجهة نظر قيادات حزب مصر المستقبل في العمل على وعي الشباب وحل بعض المشاكل اللي بيعاني منها الشباب اولا ده سؤال يعني جميل جدا لانه الشباب هو عماد الدولي اي دولة فيها شباب متزن واعي ده بيحفظ الوطن وبيحفظ الدولة وبيحفظها من كتير من المتاهات الشاب من دول لو لجي اتجاه معين والجهناع انا استازم عليك مع المستشار بس معانا معانا صالحة تيفي من المستشار رد أبو حقي رئيس حزب مصر مستقبل اهلا واسلام بحضرك كيف عنديم ازاي حضرتك كان ينقصنا وجود حضرتك معانا النهاردة يعني شرف كبير جدا لبنامج عمي المصرية ده كان يشرفني والله لو لا الجولة اللي انا بعملها في صعيد مصر نعم كان لي الشرف ان انا بقى معاكم انت والمستشار المستشار المستشار خليفة الشيمي همين عمي الجيزة يهلا بيك يهلا وسهلا معانا المستشار طبعا مشار خليفة اللي انا على جولات حضرتك في محافظات الصعيد وفتاح بعض الامنات العامة والامنات الفرعية والاشراب بنفسك على هذا العمل الخدمي والعمل التطوعي المتواصل عايزين برضو توضح لنا ايه الجديد في حزب مصر المستقبل بخلاف التشكيل الجديد للامنات العامة ايه الافكار الجديدة اللي تشتغلوا عليها الفترة الجاية وخاصة ان احنا مقبلين على انتخابات العشرين العشرين المجلس النواب القادم فيعني هل هناك جديد في بعض الافكار اللي يتم طرحات والعمل عليها والوصول الى المواطن في الشرع المصري بالفعل احنا انا معاي مجموعة من الامانة العامة معاي المستشار سامح الشريف الامين العام والسيد ناصر وعشرة عدو الهيئة العليا وطلعنا بجولة بدأناها من محافظة المينيا عملنا اجتماع في المينيا ومع قيادات المينيا عشان نعرف كيفية الاستعداد للخبات في الفترة القادمة اعداد الكوادف اللي هي هنخوض المراحل اللي جاية سواء محليات او شعب او شورة بعد كده استجاهنا عملنا اجتماع لان انا ما عنديش امانة في سهاج فعملنا اجتماع وبدأنا نشكل امانة عامة في سهاج وان شاء الله سيعلن عنها قريبا اكتاح الامانة العامة في سهاج ثم اتحركنا الى برضو اه انا وعرفنا مين المرشحين وبرضو اه كيفية استعدادهم للفترة القادمة في الانتخابات اه ثم اتجهنا الى لقصر اه لانه اه برضو لقصر اه محافظة مهمة وتم التواصل مع مجموعة اه هيخوضوا الانتخابات على الحز وعلى قائمة الحز اه كان معدود لنا مؤتمر اه مهم لتشين بعض الامنات في الوقصر اذا كان اول امس من بلح كان لنا مجموعة زيارات لي اه صروح معمولة في سعيد مصر زي مستشفى شفاء الارمان امين يعني انا 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 واحد من مصر ومن سعيد مصر عمري ما كنت تخيل انه هذه الصرح العظيم موجود في سعيد مصر يعني انا كنت في منتهى السعادة وانا بزور وتفقد المستشفى والمعدات والاجهزة اللي على اعلى مستوى اه على مستوى العالم اه كيفية التعامل مع المرضى كيفية استقبال المرضى يعني بصراحة اي كلام اقوله في حق العاملين والقائمين على مستشفى شفاء الأرمان لا يوفيهم حقهم نحن نوجد لهم طبعا التحية من خلال متبعتك لهذا الصرح العظيم وهذا العامل الخيري الكبير يعني نحن نوجد لهم كل التحية ونفرح لما يكون في بعض القيادات بتشيد بدور العام او المواطنين او المؤسسات والهيئات الحكومية او الخيرية او الصحية اللي بتعمل على خدمة المواطنين في مصر بالضبط هو المفروض يبقى دورنا الحقيقي انا لما لاقي مسؤول مؤثر اقول انه مؤثر ومش هتردد لحظة ان انا اقول مؤثر وان انا اعلن انه المسؤول ده مؤثر انما لما لاقي مسؤول او جهة معينة او مؤسسة معينة تجيد العمل وبتقد اللي عليها يبقى من حقها علي ان انا اجيد اشيد بعملهم وتميزهم اه هو ده المفروض الضر الحقيقي للأحزاب السياسية وللقيادات السياسية عشان يظهروا الحقيقة بامانة انا اللي شفته امبارح في القصر وفي جولتي لا يعني بالفعل مصر بخير ومصر هتظل بخير وان شاء الله في تطور دائم ونتمنى كل المؤسسات تعمل لمصلحة البلد ومصلحة الوطن واحنا اولهم يعني واحنا معاهم ونساعد على قدر استطاعتنا احنا بالفعل انا حتى تواصلت مع القيادات الحزبية عندي في المحافظات قلت لهم ونبهت عليهم انهم يمدوا ايدهم مع كل القيادات الطبيعية في المحافظات احنا كلنا جايين نفاعد بعض احنا كلنا جايين نعمل عمل جيد نعمل عمل فيه مصلحة المواطن ومصلحة الوطن انا مش جاي كحزب سياسي ضد حزب اخر ولا لا انا اتمنى ان كل الاحزاب السياسية وكل القيادات الطبيعية على مستوى جمهورية مصر العربية يتكثفوا يحطوا ايهم في اقدم بعض لمصلحة الوطن هو ده اللي مصر محتاجه الفترة القادمة احنا طبعا معالبو سوشار بنأكد على كلام حضرتك والحقيقة فيه ناس كتير جدا بتشهد بدور بعض الاحزاب وناس يعني بتلوم على دور او تقصير في بعض التي يعني تسمى بالاحزاب الكارتونية موجودة على الورق وموجودة كمسمى وفي الاعلام ولكن ملهاش دور في الشارع احنا بنراعي ان احنا اي حزب موجود او حزب سياسي بيشتغل على القضايا العامة والقضايا اللي بتهم الوطن وبتهم المواطن ايضا فاحنا بنشد على دين حضرتك وعلى كل يعني الامانات العامة الموجودة في محافظات مصر حزب مصر المستقبل ونتمنى ان للفترة الجاية يكون فيه ظهور اكبر ووصول للشارع والتفاعل مع المواطنين بشكل اكبر ويعني احنا بنشكر حضرتك على مداخلتك معنا وان شاء الله يكون فيه لقاء قريبا ويعني نتطرق لبعض القضايا العربية والمصرية من خلال استوديو قناة الصحة تحت امرك ويشرفني في اي وقت ونرهني الاشارة في اي وقت شكرا معالب السلام طبعا معالب ده حج يعني قسنا على دور بعض يعني او المؤسسات الحكومية او الخيرية زي المستشفى الشفاء اللي تم زيرتها من خلال ودي برضو حاجة كويتة ان احنا بيكون عندنا بعض المسؤولين اللي يتابعوا عنكز هذه المؤسسات او الهيئات ويشيدوا بيها بيبقى دور ايجابي ان احنا بقول عندينا في مصر هوت عندنا مستشفى شغالة كويس وعندنا فيها سطف وعندنا فيها دكاترة وفيه اهتمام الرجل مبهر بالمنظر ده وعلى فكرة ده معالب السشار موجود في بعض او في مناطق الكتير في مصر بس احنا ما بنروحش ما بنشوفش ما بنعرفش ودائما مبص على السلبية معالباشا انا اطلقت لفظ مكوك الفضاء على المستشار رضا حجي لانه فعلا انا بقال دلوقتي اكتر من سنة معام ما اقول لكش كل مكان زرنا جبناها من اقصى الصعيد الى ادنى يمين بالشرق الغرب رجل لا لا يكل ولا يتوانى عن اي فعل في الصالح العام وبعد كده هو وطني حتى حتى النخاع يعني لسه جولة انا بصراحة كنت لسه معاه في جولة في الغربية والمنصورة هو زي ما انتا شايف اسمعته راح جولة المينيا وسهاج ولوكسور وانا انا ما قدرت شقاهم معاه يعني قلت الله انت عفيني من الجولة دي انا على طول بصحب جمع الجولات الا الجولة دي ان خلاص يعني باسم الله ما شاء الله نمسك الخشب عليه والله يعني المستشار رضا حجي راجل حفظه الله احنا بتمنى ان ده يكون فيه لانظور العمل السياسي نازم بتأين في الشارع يا رامي السشار كتير اوي بيبقى معلقين املهم على حتى مثلا اما ديجي نقول حزب مصر المستقبل داخلين على انتخابات وهيبقى ليه تواجد في الشارع ما خليش انا بدي تشديد تمام مش عايزين حتى يكون التواجد ده الفترة معينة وبعد الناس ما يحصل التشكيل او الدورة الانتخابية ويتم اختيار مجلس النواب بعد كده بتلاقي دور الاحزاب اللي في التفاعل في مماكن كتير جدا واني والله احنا بننتخب عضو مجلس النواب وبنقف معاه وبيدينا وعود كتير جدا وانا هعمل لكم وهدلكم وهعين عيالكم وهعمل وسوه بعد ما ينجح صراح احنا ما نعرفوه صراح وبيبقى الخانمات اللي بيقدمها لبعض الاشخاص من عائلة تفاقت لغير تمام وده حقيقة موجودة على ارض الواقع الناس بتشتاكي منها جدا جدا وهيكون لي اصر بالغ في اختيار عضو مجلس النواب في الفترة القادمة الناس خلاص الناس بقى عندها زكاة وعندها وعي مش هيدل اي حد ومش هيدخلوا اي حد يضحك عليهم والمال السياس ملوش دور دلوقتي خلاص ولا مال سياسي ولا بعد كده الدولة دلوقتي احنا عايزين نعطيها مش ناخد منها بالضبط كانوا يدخلوا هم وياخدوا منها والرجل الفجير طبعا طيب حضرتك اعلنت مؤخرا ان شاء الله ستخوض الانتخابات الفترة القادمة على مجلس النواب ان شاء الله ايه اللي عند المستشار الخليفة الشيمي هيقدمه للناس والله اولا اي واحد هيترشح للعضوية يعرف جيدا انه مصر محتجاله مصر هو اللي هيعطيها على قدر المستطاع يعطيها بفكره يعطيها بعلمه يعطيه ان شاء الله حتى يساهم باي شي انهم عشان زي الماضي انه يخش الانتخابات ويفضل في مجل الشعب عشان ياخد ويهلب زي زمان ده لا فعهد الرئيس السيسي ما عادش الكلام ده احنا لازم مصر توقف ع رجليها لازم مصر اتحارب الجشع من كل شي حتى النواب لانه في بعض النواب واقدر اقول لك يمكن اكتر من ستين سبعين في المية وخصوصا نواب الصعيد عفوا بيدخلوها لاهداف معين اهداف عصبية اهداف قبلي بس في عرض يقل الحدود والناس معينين فين الراجل فقير فين الراجل اللي عزيزة تبله الحياة الكريمة مش موجود مش موجود لا في عرفه ولا في شرعه ولا في منهجه فعشان كده العبرة في المواطن هو اللي بيقرر ذاته هو اللي بيختار والله لو اختار على اساس الطبقي هيتعب لو اختار على اساس انه بياخد جعله معين لا الجعل معين ده بيعدل طب ده معالمه سيشال الله ودل اللي يدل على انه الصعيد مهمش حتى من من ناحية البرلمان نفسه والاهتمام بنواب الصعيد وتلبية المطالب بتاعتهم ولا انت شايف انه هو مجلس النواب بيؤدي ويتفاعل مع اعضاء مجلس النواب بناء على طلباتهم وعلى تفاعلهم هما مع الجمهور في الشارع هو مش مهمش ولا شيء نعم الصعيد الحمد لله في خدماته لسه مع المستشار بيقولك فيه حاجات شفتها أنا في لكسور حاجات ممتازة العملية مش مهمش الصعيد العملية في الاختيار المواطن البسيط الصعيدي بيغضع تحت الطبقية بيغضع تحت العصبية بيقولك أنا اختار فلان لانه فلان زعيم مثلا عيلة زعيم قرية فهو ايه فكر سياسي احنا عايزين دلوقت تتعامل مع الفكر مش الشخص نتعاملش مع اي انسان غير بفكر معين بتعليم ايه اهدافه ايه السياسة لها التبعه ايه نظرة المستقبل عشان كده انا بقول الاختيار في الاول دلوقتي الحاضرة مفروض اختيار صحيح واختيار مبنى على علم ودقة فانا ادقق في العضو اللي هاختاره لانه العضاء للأسف مصالح شخصية طيب عمال مصالح شخص كلام حضرتك كلام جميل جدا وبصراحة كتير اوي من المراكز في الصعيد والمحافظات الصعيد بنعالم الموضوع الدوات موضوع العصبية والقبلية ويخش عضو مجلس النواب من عيلة معينة بتلاقي العصبية والقبلية والتربطات اللي بتحصل ويطلع لا عنده وعي ولا عنده فكر ولا عنده فكرة عن سن القوانين والتشريعات اللي بيقوم عليها عضو مجلس النواب في مجلس النواب المصري ولا اي حاجة غير انه هو تم انتخابه من قبل عائلته وبعد التربطات اللي حصلت في المركز او في المحافظة دور بقى حزب مصر المستقبل وبعض الاحزاب في نشر الوعي الصقافة والمجتمع عشان نقدر ننزل للشارع ونوعي المواطنين ونقول لهم لا ده كده غلط انت المفروض تختار النائب البرلمان اللي اللي هيخدمك اللي هيوفر لك سكن اللي هيوفر لك وحدة صحية اللي هيوفر لك عمل لأحد ابنائك بعد ما يتخرجوا اللي هيوفر لك شارع نظيف تمشي فيه اللي هيوفر لك لقمة عشتك كلها لو ابنك او بنتك اتخرجوا او انت لا يعني لا تحصل على اي عمل يعني نوعيهم ازاي دور الاحزاب بقى هنا المفروض يكونوا ديهم دور بجد في الشارع عمل مؤتمرات عمل مبادرات يعني هتعملوا ايه في الموضوع ده وخاصة في المحافظات الصعيدة والله احنا بالفعل بننزل لأرض الواقع كل امين اخد اه الامر من المستشاردة بننزل للشارع زيما انت تفضلت ستك بولت احنا هناك فيه مئة وستة حزب تقدر تذكر لانه حزب فيه ممكن تذكر خمس احزاب والبقى ما تعرفوش لانه حزب كارتوني ما يكملوش خمسة كارتوني لكن الحزب اللي هيتواجد على الارض في الفترة اللي جاية هو الحزب اللي هيكش اللي هيلم كل الساسة الموجودين وبعد كده اصلها الدولة دلوقتي بيجي اعيونها على احزاب واعيونها على السادة اللواب اللي هم هيترشحوا نفسهم ودلوقتي الامن الوطن الحمد لله بيختار ويدقق مش اي واحد دلوقتي يترشح لانه برضو الترشحات لها مزايا ولها عيوب ولي اختيارات معينة فانا بقول الراجل اللي شوف نفسه انه يقدر ينزل الانتخابات ويضيف شيء للمواطن والمصر يتفضل انما على اساس تنزل بفلوسك او الاموال اللي بتضخ ديها بدون وعي وفي المقابل فاكر انه ممكن يحصل عليها من جانب تاني بقول لا ما عادش الكلام مصر دلوقتي فيها وعي فيها اساسة وفيها قادة وبتعرف اي خضع من اي فرد سواء عضو مجلس شعب وزير بيتحاسب والحمد لله شايفين احنا محاسبات في كل مكان وزير بيتحاسب عضو مجلس شعب بيتحاسب اللي بيغلط في الوزراء احنا الدولة المصرية بصراحة يعني في فترة متابعة ومرضة للفساد وما فيش ما فيش ما فيش اي تمييز لا اي حد ما فيش حد يجب على مصر تمام اي حد هيخطأ هيتحاسب اي حد في مصر هيكون فاسد هيتحاسب ويجي ويتحاسب احنا ما عندناش حتي فيه نقطة بس معينة وما عليش انا مركز على الصعيد لان انا عارف انك انت من الصعيد وصهاجي بالرغب ان انا عارف ان ان شاء الله انت نازل في دائرة الهرم ولكن خليني برضو اتكلم في نقطة الشباب الصعيد وانا اعلم كثيرا ان فيه كتير قوي فيه نسبة بطالة يمكن في الصعيد بالزاد عالية شوية وفيه كتير قوي من يعني هجرة لبعض الدول العربية والاوروبية من الصعيد يعني تفسر ده بايه وممكن برضو يكون فيه فكرة عند حزب مصر المستقبل ان عالي ده ازاي وخاصة معالي المستشار ده بحجي بيقول ان هم خلاص يعني ان شاء الله فيه فتاح لأمان الصعيد قريبا ان شاء الله هيبقى فيه وجود سياسي للحزب ان شاء الله بدل في الفترة اللي جاية بنعمل به ان شاء الله الشاب في الصعيد اش اقول لك مهمش تعبان لانه طبعا اكتر البصانع واكتر الانجازات كله في وجه بحري الصعيد بصوا مجتمع ضيق مجتمع محدود يعني يكاد المساحة كلها يدوب اللي سلم يعني ما اقول لكش ما بيلقاش يعني ذاته فيها عشان كده تلقى الهجرة الخارجية كتير عندنا احنا الدول خليج بصفة عامة الكويت والسعودية والامارات دول اغلب الصعيد يعني انا مثلا كاسرة ممكن في اسرتي انا كعيلة فيها اجل حاجة 200 واحد في الخليج دي عيلة واحدة من ضمن عائلات الصعيد فما بالك باقي العائلات هتبص تلقى الصعيد برضو بيجي عشوائي بيجي فيه التكاتب دلوقت اللي بتركبها الصيبية والصغير والشباب تكاتب بقت موجودة في كل حتة معلومة انا معلقص دي يعني مفيش في الصعيد غير التكاتب دلوقت اللي بيشتغلوا عليها لا الصغير والكبير لكن فين المصانع برضو فيه نقص كبير في الصعيد وخصوصا في الصهاج وبعد كده لو جينا برضو نرجع تاني للانتخابات انا افضل انتخابات الجايمي القائمة المفتوحة تمام غير الفردي الفردي بيخشوها ناس بعينين تمام ناس اللي عايزة تضخ الأموال وعايزة برضو يعني ما تخدمش إنما القائمة النسبية في الدولة ويخدم الوطن ويخدم برضو المواطن تمام فالصعيد مهمش برضو لسه عايزين المزيد برضو عايزين الصعيد اهتمام اكتر من كده رغم انه حاليا فعاد الرئيس بردوسيس فيه اهتمام لكن مش هو القدري اللي يخلي الشاب الصعيدي انه يقدر مثلا يقول انا راجل في الصعيد وعايز اشتغل في الصعيد تلقم كله هجرة والهجرة الداخلية برضو اكتر يعني عندنا في السواج احنا تعالى شوفوا مهنا في فيصل والقاهرة واسكندرية ومرصبات وكله بجوان عندكم يعني مناطق على بعضها في اسكندرية من السواج وانا اعلم زي ذلك يعني يا ساعة الباشا عندنا احنا في الجيزة 90% من السواجية والاسيطة بسم الله انتو قتل او يا طب نعمليه طيب مجتمعات مغلقة في الصعيد فاحنا ناس عايزين ناس عايزين تاكل عيش زي بيقول يعني فابتيجي الهجرة الداخلية اللي ما بيقدرش بيجي هجرة داخلية اللي عنده امكانيات بيدفع بالمئة 1120 بروح هجرة خارجية انتعال طبعا دول خارجي دلوقتي والدول ما بيجب بلاش طبعا طيب عام الشهر عايزين نتكلم بقى عن دايرة الهرم حضرتك ان شاء الله بإذن الله نزل الانتخابات على دايرة الهرم ان شاء الله وفيها مناطق جميلة جدا ومع ذلك فيها بعض المناطق العشوائية ومنتشرة كثير هنعالج دا ازاي يمكن موضوع التكاتل اللي بنتكلم دا في أرقى شوارع الهرم المتفرعة من الشارع الرئيسي بالله نخش شارع العريش ونخش شارع من الشارع المناطق جدا بتلاقيها منتشرة فازاي نقدر من خلال فكرة حضرتك هتقدر تعمل ايه في المشاكل دي وفي تطوير العشوائيات اللي موجودة في منطقة الهرم وخدمة المواطنين يعني انا اهمني جدا المواطن انا عايز اعمل لك انا جاي جاي وعندي خطة وهخدمك هعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة بقدر المستطاع تمام انا طبعا مستقر في الجيزة وفي دائرة الهرم بالذات اكتر من 22 سنة عصرت وعيشت وعيشت كذا واعضاء بجل الشعب يجوه عليها كتير ومروا عليها لكن الخدمات منعدمة تماما سيادتك انزل في الطوابق انزل في شرع العريش انزل في الطلبية حتى في الهضبة تبص تلقى فيه عشوائيات عشوائيات اصبحت في كل بكان في الجيزة وانت زي ما قلت دي مدينة سيحية مفروض يكون فيها اهتمام واعتناء تعال نهاردة هتلي اي حد في المجلس عمل شيء لا مفيش غير بس يحضر واجبات فلان مات فلان عنده رسميات رسميات لكن ده لا احنا ما نختارش عضو بجل الشعب عشان رسبيات بس احنا بنختار عشان يعمل على الارض يشارك في مشروع يساهم في مكان معين تكون الدولة مثلا محبزها وعايزها تقيمه يعمل تكتل لمساعدة القائمين على الدولة لكن ده ما تلقوش عشان كده العشوائيات منتشرة بشكل رهيب عندنا في الجيزة ما شفش ما شايفش مشاريع يعني على النمط اللي انا شايفه واللي عايشه في المنطقة اللي انا فيها دائرة الهرم مشاريع بسيطة جدا تكاد تكون مشاريع يدوية يعني ما شفتش انا ارقابة بصانع ما شفتش مثلا جمعيات تعاونية يشهد لها البجتمع شفتش خدمات من نوسة على الارض يعني هات اعمل جولة وشوف بنفسك وقابل الشباب يجوه بيعاني الامرين الشباب يقول لك ده أنا روح فين طب أنا مين اللي ياخد بايدي طب أنا عايز الفكر اللي يقودني ما هو الشباب ده شباب مجهود وشباب عايز يعمل حاجة بس عايز الفكر عايز اللي ياخد بايده عندين احنا بصراحة منعدمين تعال انزل كده دائرة مثلا الجيزة ككل اللي لم يكن الهرم شوف الانجازات فيين تلقى سفر انجازات على الطبيعة وعالواقع بفيش عشان كده انا اول منزلت ومسكت الامانة بتاعت الاجيزة اول حاجة عملت منافس 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 لبيع اللحوم وعمل ان شاء الله بأسعار رمزي بأسعار رمزي تعال انهار ده في قلب الطوابق محلات لحق سلامة بتبيع زي ما قلت حضرتك اللحوم بمية ومية وخمسة ومية وعشرة وقنبي منه على طول ولحمة اسوأ بتتبع بمية وثياتين مية واربعين ده برضو مسامة مع الدولة في ايه في محاربة الغلاء وحفظ الكرامة لانسان ففيه ان شاء الله برضو فيه فكرة تاني هطبقه بإذن الله هعمل مجبوعة منافس على مستوى الجيزة لان انا بحكم موقعك امين الجيزة ممكن اعمل منافس على مستوى الجيزة واخد فعلا المراكز جميل جدا ده حصل البرنامج بحكم مصرية ان المعام مصر شار خليفة الشيمي الامين عام الجيزة للحزب هين شاء الله هيعمل منافس بيع بأسعار مخفضة المواطنين على مستوى منطقة الهرم والجيزة والملاكز يعني ان شاء الله تمام وكمان كده انا متواصل مع جميع الامانات اللي هم دشناهم في الجيزة وان شاء الله زي ما انت قلت هنعمل منافس مش كده وبس متواصل متواصل مع بعض الوزارات بالنسبة الوظائف الشاغري يعني اي وظائف بعلنة عنده في الامانة وبيجي الشاب من دول بوجهه التوجيه السليم ليه الحزب بقى ما يشكلش مثلا يعني مثلا مسورة ده بحج مع حضرتك مع امين سهاج مع امين الغربية مع امين الشرقية وانه تواصل مع بعض المسؤولين في الدولة ونحاول زي ما كان بيحصل الزمان ايام مجلس النواب النهاردة زي ما كان بيحصل ايام مجلس النواب الزمان انه كان بيبقى فيه توفير لفرص العمل لكل عضو مجلس نواب في دايرته ليه انا 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 مش في مجلس النواب ومش بعمل كده عشان انا عضو مجلس نواب انا رجل حزب وبشتغل في العمل الخدمي وبشتغل في العمل الطوعي وعايزين ننزل للشارع وعايزين نقدي انتو في بعض الرجال الاعمال والمستثمرين الموجودين وعندهم شركات خاصة وشركات استثمرية وقطاع مشترك وقطاع عام ليه بيتوفر عندهم بعض الاحيان الوظائف عامل ميبقاش فيه بروتوكول تعاون ما بين الحزب وبين رجال الاعمال دول على ان المصنع ده محتاج خمس فرص عمل بيبعت لحزب مصر المستقبل او حزب كذا يقول له والله المحتاج خمس وظائف والمؤهلات بتاعاتهم كذا وحضرتك وامانة الشرقية امانة الغربية امانة السهاج نعلن الكلام ده ويبقى فيه دعم متواصل للشباب من التوظيف من خلال الحزب بدل من الشاب النهاردة بنتزول لك والله انا مش لقى اي فرصة عمل بروتوكولات تعاون دي من فعل موليد البرتوكولات الحمد لله احنا بالفعل وبننفذوها وبجلنا اكتر من سنة بننفذ الكلام ده ونفذناه في الغربية ونفذناه في المنصورة وفي الشرقية وحاليا برضو الرئيس المستشاري ده حجي في الصعيد عشان كده احنا فتحين الحمد لله مع الكل يعني تواصل مع جميع المحافظات على بستوى الامانات الخاصة بيني وان شاء الله في الايام المستقبلية القليلة دي هتشوف انجاز لحزب وصل المستقبل غير مسبوق بإذن الله احنا فعلا عايزين نعمل حاجة على الارض بص يا بان شوصر احنا بالفعل بالنمج المصرية حاطة تعينوا على كل حاجة في الدولة لخدمة المواطن يمكن اول حلقة نتكلم فيها عن دول الاحزاب احنا شغلين بقى انا كم شهر في قناة الصحة والجمال اول مرة نتكلم عن بعض الاحزاب ليه لان احنا بصراحة بدأنا نبص اللي هم دور في المناطق اللي هم على قيادتها ولكن الاغلابية بيأخر من عدم توفر فرص عمل وعدم يعني قدرة عدو مجلس النواب على خدمة المواطنين بشتة طوله يعني فإحنا دور برنامج عوم مصرية تسليط الضوء مش على حد مصر المستقبل بس لا على كل الأحزاب وكل الناس اللي بجد عايزة تخدم وتوصل للمواطن في كل حد تفوص سؤال صغير إحنا عندنا جهاز اسمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتشرف على قيادته الدكتورة نيفينج جامع وعندنا يعني مديرين الفروع في كل المحافظات الجهاز ده بيقدم قروض وبيقدم مشاريع والقروض بتاعتها بنسب مخفضة ويمكن فخامة الرئيس السيسي أعلن بأنه يتمنى تخفيض نسبة الفايدة لأنها توصل حتى للخمسة في المية وأمر بدعم البنوك أنها تنزل بقروض ميسرة للشباب وعمل مشاريع في مختلف الناطق محتاجين يكون فيه بروتوكول تعاون للأحزاب المصرية مع جهاز تنمية المشروعات لتوصيل فكرة عمل أو فكرة المشاركة من خلال جهاز تنمية المشروعات الشاب مع المصرشار ممكن يكون ما عندوش الإمكانيات جهاز تنمية المشروعات هيوفر لك الإمكانيات ممكن ما يكونش عنده خطة أو عنده دراسة جدوى فنية وأولية وإقتصادية ويوجه ويوجه وبيدي خدمة وعامل خدمة اسمها خدمة الشباك الواحد بيخلص لك كل إجراءاتك النهاردة في ظرف 30 يوم ودي معلومات أنا أكلمت في تنمية المشروعات في كتير من البرامج وعلمة جيدة جميل هل إحنا خدنا خطوة جدة في هذا الموضوع ولو ما خدناش هل ممكن إن حضرتك ومشار ريدا وكل الأمناء العموم على مستوى المحافظات نقابل الدكتورة اللي فين جامع ونعمل بروتوكول تعاون مع الحزب أنا بوعلين أميل الآن عند استعداد أجابيلها على في أمان تجيزة وتعامل معها بإذن الله ونساعد الشاب من دول جميل وبرضو عندنا في الحزب هتطبق بإلا لم يكن مطبقة بالفعل بس على أرض الواقع يمكنية برضو على مراحل معينة لكن أنا عندي استعداد على المستوى الخاص على من تجيزة إن نطبق وحط إيدي في إيد الدكتورة ونشوف إيه اللي نعمل وصالح الشاب المصري وصالح البلد لأنه فعلا لو هتمين إحنا بالشاب من دول مصر تتغير لأنه بيغير للوطن الشاب الشباب ده سواعد أي أم هم اللي أساس أي مجتمع فإن شاء الله أنا مع أي مشروع وأي تكافل بالنسبة للشاب وأنا برضو ما مدي إيدي لأي مسؤول وأنا معاه من قدام بإذن الله وخصوصا أمانة الجيزة دي خطوة كويسة عايزين بقى كلمة موجزة المرأة المصرية دورها في الحزن وإزاي نقدر ندعمها ونقف معها في بعض القضايا اللي بتعالي منها المرأة في مصر المرأة يمكن واخدى إحنا نطلعنا برامج كتير وقالنا إن المرأة مش نصف المجتمع دي المرأة هي كل المجتمع هي إذا كانت هي نصف المجتمع زي ما نتنا بتقول فهي بتالد وترب النصف الآخر هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الحبيبة وهي كل حاجة إزاي نقدر ندعم المرأة في القضايا اللي بتعالي منها زي التحرش والعنف وبعض المشاكل والقوانين اللي ما بتاخدش حق المرأة زي في التحرش والكلام ده كله كعضاء مجلس النواب إن شاء الله في سن القوانين والعمل على تعديل هذه القوانين والله موضوع المرأة ده لو تكلمت عنه عايز ساعات مش حلقتها دي مش تأدي أي غرض إنما في عجالة كده المرأة زي ما انتو قلت هي الأخت هي الأم هي كل شيء هي أساس الأسرة أساس الأسرة هي المرأة فإن شاء الله دور المرأة دور عظيم ودينا شايفين احنا فخامة الرئيس عمل لا كودة وإن شاء الله في نساء فاضلات عندهم فكر ووعي أكتر من رجال بمراحل وبعض النساء كان لهم دور في مصر سواء في الماضي أو الحاضر أو حتى المستقبل فالمرأة لابد يسن لها قانون تحفظ كرمته تحفظ ذاتي تحفظ معيتي وأنا كدارس للقانون وبقول مفروض برضو إن يخش مجلس الشعب أو النواب لأنه ده في سن قوانين يكون دارس القانون أنا مش بحبز إنه يكون له حقوقي أو مثلا قانوني لا بس الغالبية لأنه القانون ده يقرى يقرى بدل ما موافقون يقول لك موافقون ومش فاهم حاجة ومش فاهم حاجة أنا أراهد لكتر وجاني عدو بجل الشعب وبس نقشه في أي حتة قانونية أو مجر مصطلح والله يا معالمستشار أنا بتمنى بتمنى أن يكون فيه حاجة جديدة أو قانون جديد أو لاحق جديد في مجلس النواب تقول إنه تقول إنه إحنا يعني أي حد يترشع على يكون العودة في مجلس النواب يعني يكون فيه زي دورة تدريبية متخصصة في القانون وعرفوا بالدستور المصري والمواب بتاعتك واحد اثنين ثلاثة وإيه الدور المنوض ديك في التشريع وسن القوانين نتمنى أن يكون فيه حاجة زي كده مش موضوعية توفر بعض الشروط السن والحالة الصحية والمؤهد فقط يعني ده دور المرأة على فكرة دور المرأة المتعلمة لو هي يعني لها أفكارها مع أولادها ومع أهلها المجتمع هيتغير بجزوره المرأة أساس كل تغيير فإن شاء الله كل دور أنا عندي على المستوى الخاص أنا عندي فيه أمانة المرأة وفيه عندي شؤون قانونية أستدتها برضو لإبراءة قانونية وفيه بعض التواصل الاجتماعي برضو الست عندي في الأمانة يعني الست عندي والمرأة في أمانة الجيزة لها كيان معين وإن شاء الله إحنا معاها لحد ما توصل الأكبر كيان لأنه في الأول آخر لبنتي وأخت وأمي كان إن شاء الله خيرا إحنا طبعا نمع المستوى بلوشكل حضرتك ولكن الموضوع يعني إحنا عندنا كلام كتب جدا لأن العمل على خدمة المواطن المصري وخاصة من القيادات الحزبية ده مهم جدا إن شاء الله نحاول بقى يكون حضرتك والمشار ردها وبعض الناس ودير سلب نقدمها لكل يعني الأحزاب والناس المسؤولة في مصر والمختصين إحنا برنامجنا مفتوح لأي حد عايز يؤدي خدمة للمواطن ويعرفنا فكره وإيه الخدمات اللي ممكن يقدمها المواطنين على مستوى مصر إحنا برنامجنا مفتوح وأنا بس عايز أقول حاجة مع المشار إن إحنا في حلقتنا النهاردة بنقول للسادة المشاهدين إحنا بالفعل عندنا أعضاء مجلس نواب لهم دور محترم جدا جدا ووجود مشهود ليه بالكفاءة والعمل ومش معنى إن إحنا بنقول إنه فيه تقصير من بعض النواب يبقى كل النواب لأ فيه أحزاب برضو لها دور محترم جدا وليها تواجد في الشارع ومش معنى إن إحنا بنقول إنه فيه تقصير من بعض الأحزاب وبما توصف بالأحزاب الكارتونية يبقى إحنا بنقصر من شأن هؤلاء الناس ولكن وجودنا النهاردة مع المستشار وبعض القهدات الحزبية هو توضيح للسادة المشاهدين إحنا نويين على أي نعمل إيه في الفترة الجاية إن شاء الله بنشكر حضرتك يا معالي للمستشار شكرا يا دكتور وأنا سعيد جدا بلقاء وببلغك برضو شكري وأسف المستشار رضا عشان خاضر ما حضرش معنا الحلقة دية لأنه كان مفروض إننا نسافر معا أنا تخلفت عشان برضو أفضل أعمل حلقة معاك هو إن شاء الله إن شاء الله يكون معنا الحلقة إن شاء الله نجيبوا الحلقة الجاية وبجد حضرتك ونكمل حوارنا مع حضرتك بنشكر حضرتكم أعداء المشاهدين على هذا يعني مشاهدتكم لينا شرف كبير جدا لأسرة البرنامج وإن شاء الله انتظرنا في حلقة قادمة وموضوعات مختلفة بعيون مصرية شكرا لأسرة البرنامج